مفرح أن نستطيع القبض على الأشرار وأن نعاقبهم لكن الأهم هو أن نمضي قدما ونحاول ألا نخسر حياة أشخاص بهذه الطريقة وأن نتجنب أن تهاجم سفينة أخرى هكذا العميل جابريال وفريقه يدركون تماما أنه يمكن للإرهابيين أن يضعوا قنبلة في أي مكان في داخل الحاويات مثلا على متن السفن التي تدخل المرفأ بهدف التحقق من أكبر عدد ممكن من الحاويات يتضامن عملاء المكتب مع عملاء جمارك بحوزتهم أسلحة ذات تقنية عالية إنها آلة تصوير تعرف باسم فاكس وتستعمل أشعة جاما للتصوير عبر الحاويات يقومون بتفتيش عشوائي للحاويات التي تم اختيارها إما لنوع حمولتها وإما للبلد الآتيام جهاز الفاكس يعطينا صورة عن المحتويات المخبأة داخل الحاويات إنها آلة صغيرة تحتوي على مواد مشاعة ينتج عنها أشعة جاما التي تخترق الجدران الحديدية للحاوية المشتبه فيها يقارنون الصور التي سيحصلون عليها مع لائحة بيانات الموجودة المزعومة في الحاوية إن اكتشف أي شيء يثير الشكوك فيمكن للمكتب أن يعمم بلاغا بخطورة الوضع على كل المرافئ في البلاد إن كانت الحمولة تتضمن مواد غير شرعية فسيترتب علينا معينتها وإن كان هناك من مكمن ضعف علينا أن نعرف به الآن إن أمكن وضع المخدرات هنا بطريقة معينة فقد يلجأ الإرهابيون إلى الطريقة نفسها لتهريب أشياء أخرى يحظى العميل جابريال بمواجهة الإرهاب بعدة فعالة أيضا يجتمع جابريال بشكل منتظم مع القوات المتحدة لمواجهة الإرهاب وهي قوات تضمن